أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أولوية ملف تعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا معربا عن التطلع العميق لتطوير أفاق التعاون المشترك جاء ذلك خلال استقبال رئيس السيسي وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بورنلومير وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وصرح متحدث رئاسة بأن رئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى رئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤكدا أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في دوء زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر وذلك من خلال المشروعات القومية العملاقة من جانبه أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسية بورنلومير حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر لا سيما في ظل الجهود التي تبذلها مصر على كافة الأصعيد من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية بالإضافة إلى محوارية الدور المصري في إرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط كما شدد وزير الاقتصاد على أهمية زيارة الحالية إلى القاهرة باعتبارها بداية حقيقية للتنفيذ الفعلي للمشروعات الكبرى الواردة في حزمة التمويل الشاملة التي تم التوقيع عليها بين البلدين يونيو 2021 وقد شهد اللقاء التباحثة حول سبل تعزيز التعاون بين مصر وفرنسا على المستويين التجاري والاقتصادية بالإضافة إلى مناقشة تنفيذ المشروعات القومية المختلفة في مصر خاصة في قطعات النقل وتصنيع السيارات الكهربائية والبنية التحتية والدكاء الاصطناعية بالإضافة إلى الاتصالات والخدمات الرقمية وتدوير المخلفات وإنتاج الهايدروجين الأغدر